أكد الرئيس الأوكراني بلودومير زليسكي أن الحصول عن أنظمة الدفاع الجوي يحتل أولوية مطلقة لبلاده مشيرا إلى وجود مفاوضات مع شراكاء أوكرانيا وقال زليسكي أن العالم لديه أنظمة الدفاع جوي وقدرات على إنتاج أسلحة من أجل الدفاع لكن أوكرانيا تحتاج إلى أسلحة لكي تتمكن من إنقاذ الأرواح حسب قوله وأضاف أن تعزيز قدرات بلاده الدفاعية كانت القضية الأساسية في المحادثات مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسو تاكيس هذا وأعلنت كيف أن الجيش الروسي شدنا ضربات على مدينة أوديسسا الساحلية يوم الأربعاء أثناء زيارة لزليسكي ورئيس الوزراء اليوناني إلى المنطقة